بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم أعزائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر أهلا بكم في لقاء متجدد مستمر على معدة اللغة العربية تحديدا في مادة لغتي في درس من دروس هذه المادة من هذا الفصل الدراسي الثاني أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله معكم معلمكم علي بن محمد الأحمري أشرف أن أكون بصحبتكم وصلنا يا حبتي إلى الجزء الثالث من ضيفنا ودرسنا الحرف ض هذا هو حرف ض وهذا هو الدرس الثالث سريعا يا حبتي بارك الله فيكم نستعرق ما توقفنا عنده في الدرس الماضي وتعرفنا عليه كنا قد ميزنا في البداية في أول دروس الحرفنا الحرف ض تميزنا الصور وتحدثنا عنها بدون وجود لأي كلمة من هذه الكلمات التي ترونها أمامكم ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التمييز الملاحظة البصرية وكذلك قراءة كلمة واحدة تدل على صورة ثم في النهاية انتقلنا إلى جمل قراءة جمل وملاحظتها مع الصور المعروضة مسبقاً فهنا يا حبتي كما ترون أمامكم فواز نهض من فراشه متألماً صرخ قائلاً درسي يؤلمني يشكو إلى أمه فاتصلت الأم بالأب فحضر الأب وأخذه إلى مستشفى المدينة وفي الصورة الرابعة طبيب الأسنان نظف الضرس ثم عالجه ثم قال لفواز الإكثار من الحلوى يضر الأسنان وتلاحظ هنا يا حبتي أتت وتكررت لدينا علامة الترقيم هذه التي نراها هنا علامة نقطتان رأسيتان أو نقطتان فوق بعضهما كذلك تكررت هنا وهذه العلامة وهذه العلامة اللي نستخدمها يا حبتي عندما نريد أن ننسب الكلام إلى قائله فهنا يا حبتي نهض فواز من فراشه صرخ متألماً قائلاً هو قال درسي أمهني هنا كنا نتحدث عن فواز وعندما أردنا أن ننسب الكلام إلى فواز استخدمنا هذه العلامة النقطتان الرأسيتان فعندما أرأنا درسي يؤلمني بعد هذه العلامة عرفنا أن هذا الكلام قاله من فواز كذلك كنا يا حبتي لاحظوا نظف طبيب الأسنان الدرسة كنا نخبر عن هذا الموضوع وعالجه ثم قال من القائل هنا لهذا الكلام الذي يأتي بعد هتين نقطتين الرأسيتين طبيب الأسنان ماذا قال؟ يا فواز الإكثار من الحلوى يضر الأسنان إذن لاحظوا هذا الكلام الذي أتى بعد هتين النقطتين الرأسيتين نسبناه إلى من؟ إلى طبيب الأسنان فهذه العلامة نستخدمها عندما ننسب كلاماً إلى شخص إلى شخص ما مثلاً يا حبتي أقول قال المعلم ثم أستخدم هتين النقطتين قالت أمي النقطتين الرأسيتين أستخدمه عند الكتابة طبعاً وليس عند التحدد إذن لاحظوا يا حبتي ماذا كذلك لاحظنا هنا في هذه الصفحة لاحظنا أن هناك العديد من الكلمات أتى فيها ضيفنا وحرفنا الحرف ض نتوقف عندها يا حبتي سريعاً لدينا في الجملة الأولى أين الحرف ض أحسنتم هذا هو نشير عليه بالقلم الضوئي هذا هو الحرف ض ترونه جيداً أحسنتم هذا هو الحرف ض أتى في آخر الكلمة وحركته الفتحة إذن يا حبتي أريد منكم أن تحددوا موقع الحرف وحركته موقع الحرف وحركته هنا في كلمة نهضة أتى في آخر الكلمة هذا الموقع وحركته هي الفتحة الكلمة الثانية الحفظ ض أين أتى؟ أو الجملة الثانية الحفظ ض أين أتى؟ أحسنتم أتى هنا في هذه الكلمة تلاحظون جيداً نعم أتى هنا في أي موقع أحسنتم في أول الكلمة بارك الله فيكم حركته أحسنتم إنها الكسرة حركة الكسرة رائعون ننتقل إلى الجملة الثالثة نبحث عن حرف الض أين أتى؟ أين موقعه؟ أحسنتم هذا هو أتى في وسط الكلمة أثناء الكلمة رائعون بارك الله فيكم هذا هو موقعه وسط الكلمة ما هي حركته؟ أحسنتم إنها حركة الفتحة بارك الله فيكم ننتقل إلى أو نبحث مجدداً أين نجد الحرف الض؟ أحسنتم نجده في الجملة الأخيرة وجدناه هنا لاحظوا أين موقعه؟ أين أتى في الكلمة؟ أحسنتم في أثناء الكلمة ما هي حركته؟ أحسنتم إنها الشدة مع الكسرة الشدة مع الكسرة هذه الحركة أتت فوق الحرف ض هنا هل تبقى لدينا حرف ض آخر؟ أحسنتم في آخر سطر نلاحظ هنا يا حبتي الحفظة كذلك يأتي أين موقعه؟ أتى في هذه الكلمة في وسط الكلمة بارك الله فيكم ما هي حركته؟ أحسنتم بارك الله فيكم إنها حركة الضمة حركة الضمة رائعون يا حبتي إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس كلمات أتت في هذا أو في هذه الجمل كلها أتى فيها الحرف ض أتى مرة في رقم واحد بحركة الفتحة وكذلك تكرر في رقم ثلاثة حركة الفتحة رقم اثنين أتى بحركة الكسرة وكذلك رقم أربعة أتى بحركة الكسرة ولكن مع الشدة ورقم خمسة يا حبتي أتى حرف ض بحركة الضمة كيف صوته؟ كيف ننطق الحرف ض بصوت الضمة بصوت الشدة؟ نطقناه قبل قليل وسوف ننطقه بمشيئة الله في النشاط التالي نفتح يا حبتي على صفحة 178 تظهر لدينا هذه الكلمات أمامنا والمطلوب هنا يا حبتي هو قراءة هذه الكلمات الخمس إذن لاحظوا الكلمات الخمس التي مرت علينا هنا سوف نقرأها مجددا وكذلك وكذلك ننطق صوت الحرف ض بحركته المرسومة عليه هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا دقيقة واحدة أعطيكم إياها لقراءة هذه الكلمات نطقا صحيحا بالحركات المرسومة عليها تذكروا هذه الكلمات قرأناها قبل قليل في هذا النص وهذه الجمل أتت هنا مفصلة عن بقية الكلمات الأخرى دقيقة واحدة لقراءتها ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الكلمات الخمس لاحظوا كل الخمس كلمات هذه أتى فيها الحرف ض مرة أتى في أول الكلمة مرة أتى في أثناء الكلمة مرة أتى في آخر الكلمة هذه الكلمات الخمس كذلك مرة أتى فيها حرف ض بحركة الفتحة أكيد أن صوت الفتحة يختلف عن صوت الضمة وعن صوت الكسرة وكذلك صوت رابع مر علينا هنا ألا وهو صوت الشد حسنا يا حبتي تأملوا معي هذه الكلمات قرأتموها قبل قليل والآن سأقرأوها ومن خلال قراءتي تستطيعون تقييم صحة قراءتكم هذه الكلمة هي نهضة هذه الكلمة أض لاحظوا أض هذا الحرف لم ينطق إطلاقا أض ضر هذه الكلمة هذه الكلمة أما هذه الكلمة الخامسة هي كلمة يضر يضر إذن يا حبتي خمس كلمات أتى فيها الحرف ض أريدكم يا حبتي أن تضعوا خطا واحدا أسفل الكلمة التي أتى فيها حرف ض في آخر الكلمة في آخر الكلمة تحدي سهل جدا أين أتى حرف ض في آخر الكلمة في هذه الكلمات الخمس أحسنتم أتى هنا إذن خطا واحدا أريد منكم يا حبتي أن ترسموا خطين تحت الحرف ض الذي الذي تحت كل حرف ض خطين أتى في أثناء الكلمة حرف ض عندما يأتي في أثناء الكلمة نضعه تحته خطين ابحثوا جيدا تبقى واحدة أحسنتم نعم ثلاث كلمات إذن هذه الأولى خطين هذه الثانية خطين وهذه الثالثة كل هذه الكلمات الثلاث أتى فيها الحرف ض في أثناء الكلمة حسنا تبقى لدينا هذه الكلمة أتى فيها الحرف ض في أول الكلمة نرسم أسفلها أو أسفل الحرف ثلاثة خطوط إذن لاحظوا حرف ض الآن في أول الكلمة في أثناء الكلمة في آخر الكلمة نميز شكله شكلين فقط شكل الأول هذا هو في أول ولا ننسى النقطة يا حبتي في أول وأثناء الكلمة والشكل الثاني هذا هو شكله عندما يأتي في آخر الكلمة حسنا الآن مرة أخرى أريد منكم بارك الله فيكم التحديث آخر أريد منكم بارك الله فيكم أن ترسموا دائرة على حرف الضاء بحركة الفتحة الضاء بحركة الفتحة أين أتى؟ أحسنتم هذا هو حركة الفتحة ننطق حرف الضاء بحركة الفتحة ما صوته؟ أحسنتم ض ض ض ض ض لاحظتم صوت الفتحة حسناً بارك الله فيكم الآن أريد منكم أن ترسموا دائرتين حول حركة الضمة مع حرف الض دائرتين نعم هذه هي هنا إذن دائرتين حول الحرف ض بحركة الضمة ننطق الحركة الضمة مع حرف الض ماذا نقول؟ أحسنتم نقول ض لاحظتم يا حبتي الصوت الضمة الآن يا حبتي أريد منكم يا حبتي أن تضعوا مربعاً مربعاً حول الحرف ض بحركة الكسرة مربع الشكل مربع أحسنتم نعم هذا هو حرف ض بحركة الكسرة أحسنتم هل أتى مرة أخرى؟ ننطق صوت الكسرة هنا ماذا نقول؟ نقول ضي 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 مع حرف الض كذلك يا حبتي هنا حركة الكسرة كذلك ولكن أتت معها الشدة فقلنا أضي 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 لم نقول ضي لوحدها بل قلنا أضي بارك الله فيكم إذن يا حبتي ماذا لاحظتم هنا في هذا النشاط؟ ميزنا موقع الحرف ض في أول الكلمة أو أثناء الكلمة أو آخر الكلمة ثم بعد ذلك عدنا لنميز صوت الحرف ض صوت الفتحة كيف يكون؟ مع حرف الض ألا وهو ض صوت الكسرة مع حرف ض نقول ضي صوت الضمة مع حرف ض نقول ضو وكذلك صوت الشدة الشدة نشد على الحرف المطلوب فشدنا هنا بالكسرة وقلنا أضي أضي بارك الله فيكم يا حبتي نتوقف هنا يا حبتي ونستكبل مشيئة الله في الدرس القادم السلام عليكم